95 جنيها مصرياً هو سعر كيلو اللحم الطازج الذي يبيعه محمد سعد لزبائنه داخل المجمع الاستهلاكي التابع لوزارة التموين المصرية سعر يقل بنسبة تصل إلى 40% عن سعر اللحوم بالخارج وذلك ضمن مبادرة رئاسية لتقديم السلع الرئيسية بأسعار مخفضة للمواطنين مع قدوم شهر رمضان سعرها مناسب للزبون ب95 جنيه وكميات طبعاً كبيرة بتنزم من عجلين ونصف 3 عجول 3 ونصف يومياً غير المواسم مواسم طبعاً متفتح معنا بنخش ممكن نخش 7-8 عجول يومياً السلع التموينية الحمد لله 27 صنف اللي موجودين في هزايا القايمة ما فيهمش أي تغيير ولم تتأثر أسعارهم بهذه الأزمات اللي موجودة الأمر الثاني اللحوم زي ما حضرك أشارت إحنا طرحنا اللحوم السوداني الطازة 95 جنيه وده أقل بكثير من سعر السوق في الأسواق بتصل من 150 إلى 170 جنيه معارض ومجمعات للسلع الأساسية أعلنتها الحكومة بتغفضات وصلت إلى 30% تمتد في محافظات مصر المختلفة لتشجيع المواطنين على شراء حاجاتهم دون زيادة في الأسعار الأسعار نزلت حواري 25% أو 30% وبعض الحاجات وده أعتبر إنجاز هتخلي السوق بره هينزل أسعار الرز بره فيه بـ 11 و 12 هنا بـ 10 جنيه ممتاز السكر برضه الكيلو كيلو بـ 10 ونص بره بـ 12 وتلاقيه بـ 900 جرام فرق كبير تضخ شركة القابدة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين ما يقارب من 1200 سلعة مختلفة تتنوع ما بين السلع الغذائية واللحوم المجمدة واللحوم المصنعة وأيضا السلع غير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات أسعار مخفضة أعلنتها الحكومة المصرية داخل المجمعات الاستهلاكية لموازنة الأزمة العالمية التي تأتي مع قدوم شهر رمضان وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط كريم شيخ الغد القاهرة ترجمة نانسي قنقر